أهلكم وجماعة الثلاثيون الثلاثي أهلي الفرق عن الناس هم أهل السنة والجميع أقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله نحن مجموعة من رجال الأمن نتوجه بالسؤال لفضيلته حيث قد يطل إلينا في هذه الفلاس تشفى خطط من يريد زعزعة الأمن أو الخروج عن طاعة ولي الأمر قد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق فما هو الرأي الصحيح في هذا وصفكم الله نحن أحب الله أنكم في جهات أنكم في عمل حمالة الجهات لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطل والشفر على الأمن على الأنفس والأعراب والأموال وأنتم في جهات أعانكم الله ويكتب لكم أجر المجاهدين وفي طاعة ومن الأمر المسلمين عملكم هذا عمل جليل جدا جدا فلا يقول عندكم شكل أمن ليفتوا بأن هذا الجهات منهم ليفتوا بها هل هم معتبرون أو من الرعاة والمجهولين ما هم علماءهم هل أحد من العلماء المعتبرين أفتى بأن هذا الجهات أبدا هذا من الكذب هذا ليس جهادا هذا معصي عن الله ولأسوله واستباح عن محارم المسلمين وخروج عن طاعة وللأمر المسلمين كل هذه معاصي تباعي ونحلال الله ليس هذا من الجهات هذا نعم هذا من في سبيل الشيطان أو في سبيل الله لأن هذا معناه إضرار بالمسلمين وأما يخراج الكثار ما هو إليكم يخراج الكثار عن ولي الأمر هو اللي يعطيهم الأمان ويدخلهم لمصالح يحتاجون إليها ويطلعوا من المدته ورسول بن أخرجي اليهودين نزيرة العرب على خطاب لولاة الأمور ولذلك لن يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه ما فجعوا من الناس أن يخرج الكثار هو ولي الأمر والذي يدخلهم هو ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر وهم ما جاءوا إلا نحن وجبناه المصالح ما جاءوا غزات جاءوا واستدعونا لأحيقهم بأعمال إما صبارات وهم شركات وهم المسلمون جاءوا من المصارف وقد أخذوا الأمان والعهد يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرى شرائفة الجنة حراه فقارة وإن ريحها لا يوجد من سبعين سنة وإن شديد فالمسلم لأن هذا جهاد لنسى بعالم إما أن نعالم ظلال وكان عند العلم وإما أنه جاهل مركب لا يدري ماهو الجهاد موسيقى موسيقى موسيقى